المسجد الحرام أعظم مسجد في الإسلام يقع في قلب مكة المكرمة تتوسطه الكعبة المشرفة أول بيت وضع للناس على وجه الأرض مباركا وهدى للعالمين ليعبدوا الله فيه سبق بنائه بناء المسجد الأقصى بأربعين سنة المسجد الحرام أعظم وأقدس وأطهر بقعة على وجه الأرض أول المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال ويحرم القتال فيه المسجد الحرام قبلة المسلمين في صلاتهم والصلاة فيه تعادل مئة ألف صلاة وإليه الناس يحجون المسجد الحرام دونه الدم لا يمس بسوء لا بفعل ولا كلام ولا نية الأجر فيه مضاعف وكذلك الذنب في الآوينة الأخيرة خرج ناعقون بطلب خوارجي يأمرون ويتآمرون يستدعون الكافر ليضع يده على مقدسات المسلمين فهم كالذي يطلب النصر بالجور تلك دعوة جاهلية يحاولون بها تدويل شعيرة الحج ما يعني وضع الحرم الشريف تحت وصاية دولية في مخالفة شرعية واضحة الجمعية الإسلامية أقامت في ذلك ندوة بعنوان التأصيل الشرعي لإدارة شؤون الحرمين الشريفين أوضح فيها المتحدثون الأصل الشرعي في إدارة الحرمين الشريفين وإن محاولة الخروج عما أجمعت عليه الأمة فيه زعزعة للثوابت فمن لدن إبراهيم عليه السلام جعل الله البيت الحرام وما حوله حرما آمنا وآمن جميع العرب بحرمته والتزموا بها حتى إن وارث القتيل يرى قاتل وارثه في الحرم فلا يقتله ركزت الندوة على دور المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج مستذكرين حقها الشرعية في ذلك وتفانيها في أداء واجبها تجاه بيت الله الحرام والشعائر المقدسة الله أكرم سبحانه وتعالى أهل الحجاز أهل السعودية بالحرمين الشريفين أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن أولم نمكن لهم لاحظوا التمكين هنا من الله الله سبحانه وتعالى مكنا أهل مكة من مكة لا يجوز لأحد أن ينازعهم فيها وردا على من رفع المطالبة بتدويل الحج أكدت الندوة أن هذا من قبيل ظلم النفس والمصر عليه يلحق به الخزي والخسران ولم ينازع أحد حماة الحرم في إدارته أو يتسلط بالقوة عليه إلا أخزاه الله في الدنيا قبل الآخرة كما يخزيه يوم القيامة فكيف بمن يستعين بغير المسلمين ضدهم وقد بيّن الله تعالى أنه لا يفعل ذلك إلا من كان في قلبه مرض إن هذه الدعوة تضر بالوحدة الإسلامية التي يصر الحرم الشريف على بقائها في ظله فملايين البشر تهوي أفئدتهم إليه لا يلتفتون إلى عرق أو لون أي إنسان يسعى في تشويه هذه الوحدة أو هز صورة المسلمين في وحدتهم فاعلم أنه قد ظلم نفسه أكد المنتدون على أن المملكة العربية السعودية أهل لخدمة بيت الله الحرام وهي دؤوبة على خدمته ولم تمنع أحدا من أداء مناسكه ولسنا نذكر أحدا بما أولدته المملكة العربية السعودية للحرمين الشريفين من رعاية وحماية وتوسعة وصيانة ورعاية لحجاج البيت الحرام وعماره ولمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنظيم وتطوير لأداء مناسك الحج والعمرة والتزام بعدم صد أحد يريد النسك حجا أو عمره أفبعد هذا يمكن لمن له مسكة من عقل أو دين أن ينازع المملكة العربية السعودية في إدارتها وحمايتها للحرمين الشريفين إن للبيت رب يحميه وما حمايته إلا من خلال جنود قد سخرهم الله لخدمة بيته وعمارته وحمايته لا يلتفتون إلى الغرابي بالنواعق فبيت الله الحرام ومسجد نبيه الأكرم أكبر في قلوب المسلمين من سفاسف الأقوال